يواصل البرلمان التونسي جلسته المخصصة للتصويت على الثقة في حكومة الياس الفخفاق المعلن عنها قبل أسبوع ويشارك في الحكومة أكبر الأحزاب بينها حركة النهضة وحزب وطيار ديمقراطي وحركة الشعب وفي حال لم تنى للحكومة ثقة أغلبية النواب فإنه سيتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة ذا وطعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاق بثماني أولويات من بينها مكافحة الفساد السياسي وإنعاش الاقتصاد ودع الفخفاق في خطابه أمام البرلمان النواب لمنح حكومته الثقة مبينا أنها تضم مناضلين وحقوقيين ومستقلين أولوية السياسة الجزائية للدولة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 115 بين الدستور وسنعلن أنه لن نتسامح مع الفساد السياسي في المستقبل ونقولها ونعودها لا مجال للعبث بالمال العام لا مجال للتلاعب بالصفقات العمومية لا مجال للمحابات والرشوة والفساد وردنا بشيكون واضح وقوي ورادع كانت حركة النهضة أعلنت في بيان لها أنها قررت منح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة حرصا على تحقيق الاستقرار الوطني والحكومي رغم تحفظات الخركة على عدم تحقيق مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن البلاد تمر باختبار ديمقراطي جديد في سياقات عربية ودولية مضطربة مؤكدا استعداد حركته لإطلاق مبادرة مصالحة وطنية شاملة يتطلع التونسيون اليوم إلى حكومة قوية ومتضامنة قادر على إنجاز المطلوب وبعث مال جديد للتونسيين إننا جميعا نحنون على تحقيق انتظارات مختلف الفئات والجهات وخاصة منهم الشباب الذين لا زالون يتطلعون إلى نيل حقهم في العمل الكريم والمسكن اللايق وفي تملك جزء من ثروة بلادهم المزيد من التفاصيل معنا من تونس الكاتبة الصحفية جنات بنت عبدالله أهلنا بك سيدة جنات على قناة العربي إذن بداية هل يمكننا القول بأن حكومة إلياس الفخفاخ الجديدة قد اشتازت امتحان الثقة أم لا سبعات نعم كل المؤشرات تؤكد أن هذه الحكومة ستنال ثقة المجلس النواب الشعب ولكن هذه ليست بالأغلبية الكبيرة ولكن بالأغلبية التي تصبح لها بالمرور وبالحصول على الثقة ولكن اليوم عندما قدم رئيس الحكومة المكلف بيانه وكلمته للتعريف بأعضاء حكومته وبالتعريف بالأقل ملامح برنامجه الحكومي ردة فعل الشرع التونسي لم تكن هناك ارتياح لهذا الخطاب وأيضا عدد من الخبراء وخاصة الاقتصاديين منهم لم تكن هناك ارتياح لهذا الخطاب باعتباره شكل امتداد واستمرار لحكومة الشاهد سواء في خطوطها العريضة أو أهدافها العامة الحديث عن الفساد الحديث عن القضاء على الفقر الحديث عن تحسين المقدرة الشرائية للمواطن الحديث عن خلق الثروة وعديد من الشعارات التي ملها وتعود بها المواطن التونسي وأصبح تديه قداعا أن هذه الحكومات لم تأتي ولن تأتي لخدمة استحقاقات الثورة السيد رئيس الحكومة المكلف كما تعلمون هو تقدم إلى الانتخابات الرئاسية وكان له برنامج انتخابي وقد رفضه الشعب التونسي بداء على ذلك القطاع واليوم يعود إلى الشعب التونسي بخطابه الانتخابي ولكن تمت إدخال بعض التعديلات عليه باعتبار أن هذا البرنامج سيؤمن استمرار واستكمال ما بدأ به الشارع باعتبار كما تعلمون أن تونس لها التزامات تجاه مؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولنا قروض تحضلنا عليها وأيضا من الاتحاد الأوروبي وكان هناك تعهد دولة تونسية تجاه كل هذه البرنامج بحديثك عن الجانب الاقتصادي باستكبال كل هذه البرنامج بحديثك عن الجانب الاقتصادي وحتى كلامك في بداية حديثك قلت بأنه ممكن أن تحظى هذه الحكومة بثقة لكن ليس بالثقة المطلقة ليس من الشارع التونسي فحسب حتى من البرلمان التونسي إلى أي درجة قد تجعل كل هذه المعطيات هذه الحكومة يعني ضعيفة نوعا ما بكل الحكومات التي شهدتها تونس منذ الثورة وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أدائها تجاه كل الملفات الاقتصادية الكبيرة والعالقة في تونس نعم تنتظر تونس أيام صعبة باعتبار الأزمة الاقتصادية والمالية يعني الصعبة والخانقة جدا واليوم ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2020 قد هناك تقديرات والوجوء إلى الاقتراض الخارجي في ارتفاع متواصل وبالتالي الرهانات والتحديات ستكون صعبة ببسة يفرض على الحكومة وحتى على الحزام السياسي لهذه الحكومة لمراعاة على الأقل هذا الجانب والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار السياسي على الأقل لمرور هذه السنة الصعبة جدا وتونس مطالبة بتزديد يعني عديد الديون وخزينة الدولة هناك شح في السيولة وكل الأزمة المالية هي يعني والشاهد سيمد يعني سيمنح العهدة إلى حكومة لياسي الفقف في يوم الجمعة وفي رصيده يعني مؤشرات كلها في الأحمر بدءا بنسبة النمو حيث سجلت يعني تولس نسبة النمو في حدود 1% لكامل سنة 2019 وهي أدنى يعني نسبة وتعلمون أن هذه النسبة عاجزة عن تلبية استحقاقات الثورة عاجزة عن الاستجابة لتطلوعات الشعب التوليسي من تحسين القدرة التلافذية من خلق مواطن الشغل من تحسين يعني على الأقل ظروف الانتاج منظومة الانتاج تم ضربها اليوم سواء بالقوانين أو بالتوريد المكثف وكل الحكومات تغافلت وتعمدت عدم التعاطي مع هذا التوريد المكثف الذي تسبب في اقتراض من الخارج تسبب في انزلاق الدينار التونسي تسبب في تدمير وإفلاس المؤسسات التونسية وتسبب أيضا في تدمير مواطن الشغل القائمة أشكرك جزيلا شكرا الكتبة الصحفية جنات بن عبدالله كنت معنا من